السلام عليكم في الفيديو ده هنتكلم عن التست ازاي يعمل تست الابليكيشن بتاعي واعرف ان كل الدولة اللي فيه شغالة يعني شغالة كويس بالطريقة اللي انا متوقع الاول تعالوا نعرف ازاي نعمل تست الفنكشن بسيطة زي الفنكشن دي مثلا عندي فنكشن اسمها isEven بتاخد الرقم وبترجع لترو لو الرقم ده زوجي عايز عملها تست التست الاول عبارة عن ايه ات عندك فنكشن عايز تعملها تست معين فانت بتعمل فنكشن تانية بتشغل الفنكشن دي وبتقول لي الفنكشن التانية دي لو انت شغلت الفنكشن دي ببراميتر مثلا اثنان هنا كده في حالتنا لو شغلتها ببراميتر اثنان فالمفروض ترجعلي true فانت بتقول للفنكشن التانية دي شوفي لي بقى هي هترجعلي true ولا لا هو ده ببساطة التست طب جميل الفنكشن اللي بكتبها تست دي بكتبها فين بكتبها في ملف طيب سكريبت برضو بس ملف طيب سكريبت ده اسمه بيبقى ليه يعني ممط خاص كده انا سأسأل مثلا ايفن فهقول له ايفن بقوله بعدها .sbic.ts ليه بكتب اسبك الانجلر لما فيه تعمل تيست بتستخدم حاجة اسمها كارما كارما ده اللي هو تيست رانر اللي هو اللي بيشغل التيست بتاعك يعني اللي بيشغلك الدوال اللي بتعمل التيست القارما ده بيروح بيمشي على الملفات بتاعتك كلها لما بيلاقي ملف فيه .sbic.ts يعني .sbic.ts يعرف ان الملف ده فيه فانكشنز خاصة بالتيست فيشغل فانكشنز اللي موجودة في الملف ده لما ليهوش دعب اي ملف تاني عشان كده لما كنا بنعمل اي حاجة بالCLI سواء كمبوننت او directive او أي حاجة كان بيعمل لي معا ملف لها .sbic.ts قلنا اللي هو اللي هو علاقة بالتيست فهو ده فايدته طب جميل بعد ما عملت الملف بعمل ايه المفروض بقى ان انا هعمل جواه هنا كده فانكشن هتشغل الفانكشن دي هتشغل الفانكشن بتاعتي طب المفروض ان انا الاول اعمل import الفانكشن بتاعتي قبل اي حاجة اقول له import is even from اللي هي .slash even جميل انا كده عملت ازاي بقى اعمل التيست طيب بالنسبة لفانكشن دي انا ممكن اعمل لها اكتر من تيست يعني ممكن اعمل تيست على ان هي بترجع رقم زوجي وتيست لو انا ده اتلاقي رقم فردي صح؟ فانا عندي كده اكتر من تيست بتعامل على الفانكشن الواحدة طيب في الكمبونت الكمبونت يبقى فيه اكتر من فانكشن فانا هعمل اكتر من تيست فانا محتاج حاجة تجمعلي الاختبارات دي في حتة واحدة الحاجة دي اسمها describe فانكشن اسمها describe فانكشن اسمها describe وبتاخد اتنين براميتر اول براميتر بقول لك اسمه description الوصف بتاع التست بتاعك يعني انت بتعمل وصف على ايه انا اقول له هنا انا بعمل وصف على event مثلا اي كلمة اي string انت بتكتبه وتاني حاجة عبارة عن فانكشن والفانكشن دي هي اللي بتتنفذ وهي اللي بتعمل التست بتاعك او هي اللي بتضم الفانكشنز اللي بتعمل التست جميل جدا ازاي بقى اعمل فانكشن بتعمل تست عشان اعمل فانكشن بتعمل تست بستخدم فانكشن اسمها it it يعني دي اللي بتعمل التست بتاعك طب جميل وبتاخد برضو بقول لك هنا expectation no string يقول لك انت توقع يعني متوقع ان اي تعمل ايه no string يعني اوصف التوقع بتاعك ده مجرد وصف ليك انت عشان لما تيجي تعمل تستيزار لك error يعني تعرف ال error ده موجود فين انا هقول له مثلا function should return to row if number is is even طب جميل ده كده الوص بتاعك تاني براميتر عبارة عن اللي هي function بتاعتك اللي هي بتعمل التست نفسه يعني دي كده دي function اللي هتروح تشغل is even وتقول لك يا رجعت true ولا false طب جميل المفروض باني هتشغل is even وهتعمل يعني اختبار على النتيجة بتاعتك فانا هاخد النتيجة هحفظها في متغير هقول له مثلا let result بيساوي بيساوي الراجع من function اللي اسمها is even طيب هي ايزا براميتر طيب انا في الحالة دي مفروض الحالة دي هتعمل لي اختبار على الارقام الزوجية فالمفروض ان انا هتدي function بتاعتي رقم زوجي اقول له مثلا اتنين جميل جدا كده يروح يشغل function و هيدلها البراميتر اللي هو اتنين ويرجع لك كيمة بتاعتك هيحفظها في result طيب حلو بعد كده بقى رقم ايه انت كانسان عادي لما تدي function دي كيمة اتنين انت متوقع ان هي ترجع لك true حلو طيب انت عايز بقى تقول الجملة دي الجملة اللي انا قلتها من شوية اللي هي متوقع ان function ترجع true يعني متوقع ان result يكون true عايز تقولها لـ function بتاعتك متوقع كلمة متوقع بالانجليزي معناها expect فانا اقول لها expect فيه function اسمها expect expect مين expect result نقول له انا متوقع result بتاعها مالها يا عم الحاجة اقول له ضد عشان اقول له مالها مالها دي اللي هي ضد فيه عندنا اكتر من function فيه عندنا function اسمها 2B متوقع ان هي تكون كزا او 2B كزا لها بتساوي equal equal يعني زي ما اقول له كده لها result equal equal true نقول له result بتساوي true وفي 2B close 2 يعني النتيجة قريبة من كزا to be defined يعني هي مش undefined to be false يعني النتيجة تبقى false to be greater than وشوية functions كتير عندنا واحدة منهم اللي هي to be true ان هي تكون true جميع ده كده الاختبار بتاعي او ده كده ال function اللي هتعمل الاختبار فانا بقول له انا متوقع ان النتيجة لما استدعي ال function اللي هي is even ببراميطر اتنين المتوقع ان ال result دي تبقى true طيب حل هعمل اختبار تاني هقول له should return false if number is odd جميل انا اقول له اه لما انا دي لها ببراميط تنسل ثلاثة هستخدم function اللي هي to be هقول له false to be false ممكن استخدم اللي هي to be false عادي يعني سنة عني من باب التنوع طب جميل كده انا جهست الاختبارات بتاعتي ازاي بقى اشغل الاختبار او اشغل ال project بتاعي في وضع الاختبار احنا لما قلنا بنشغل ال project عادي كنت بقول له ng serve عشان يعمل لي serve ال project بتاعي ويشغل السيرفر انا هنا عايز اشغله في وضع الاختبار فهقول له ng test كلمة test كلمة محجوزة في ال CLI عشان كده ما ينفعش تسمي ال project بتاعك باسم test عشان test كلمة محجوزة وهقول له enter هيبدأ المفروض ان يعمل compile ال project بتاعي ويشغله في وضع التست بعد ما يخلص ال compile ويعمل ال project بتاعي ويشغله في وضع التست ويقول لك total 3 success يعني في عندك 3 اختبارات نكحية ايه التلاتة دول انا كاتبينها اتنين وفي واحد عندنا في ال home component عشان نلف ال speak في ال home component هو ده يعني ضغط بقار جاي جاهز في الانجولا لما عملت ال component ده ما علينا منه دلوقتي وهل تفتح لك النفذة بتاع المتصفح على ال localhost وال port 9886 لو ما افتحهاش ممكن انت تفتحها هنا اللي هي بقول لك واشغال على ال localhost والport ده تاخد اللينك وتفتحه المتصفح ده يعني حاجة بتساعدك في التست بتاعك يعني هناك بقول لك التلاتة نكحية اه فيه تلاتة نكحة هنا يعني فيه تفاصيل اكدر بقول لك ال even في describe اسمه even اللي هو describe ده جميل بقول لك عندي جوا اتنين تست اللي هي function should return true if number is even و function should return false if number is good لو از بقى معلومات اكتر ممكن تخش على الدباج هنا نبقول لك هنا ومشغل القرمة قلنا ده بتاعنا ولو فتحت ال inspect على ال console اقول لك success ده حصل له success وده برضو حصل success وده برضو success والكلام ده ولو قايز برضو تشغل يعني واحد منهم لوحده يعني تاني هتضغط عليه وهيشتغل نقول لك فيه تلاتة يعني انا عملت تلاتة في منهم صف يعني اللي فشله صف معلين كده انا عملت اختبار بتاعتي عرفت ازاي اعمل تست تعالوا بقى نشوف ازاي عمل هنفتح ملف اللي جاي معمول جاهز مع هو انا عمل يعني عمل حاجات كده ملنجع بيه دلوقتي تعال نشوف مكتوب فيه ايه مكتوب فيه العشان يعرف ان ده يعني التست الخاص بال يعني حتى هنا في اتلاقي فيه هنا في حاجة دخلة كده مسافات يعني فبقول لك تحتها ده تحته للتست بتاعك الكلام ده تعال نشوف ايه اللي مكتوب ده اول حاجة before each before each دي function يعني بيقول لك قبل ما تبدأ كل اختبار يعني عندك مثلا اكتر من اختبار زي هنا كده في ال function بتاعتي عندي اكتر من اختبار فبقول لك قبل ما تبدأ اي واحد فيهم نفذلي اللي موجود جوه ال before each يعني قبل ما يروحي الشغل ده هيشغل before each وبعدين الشغل ده يرجع تاني خلصوا يرجع شغل before each بعدين الشغل ده اللي هو اللي بعده وهكذا فهنا بيقول له قبل ما تشغل اي اختبار اعمل لي اللي موجود جوه ال function ده async هنشوف حكايتها بعدين فعسبنا مينها دلوقت هنا في حاجة اسمها تستبد ايه التستبد ده تستبد ترجمتها لسرير بتاع الاختبار هنا زي ما تقول له السرير بتاع الاختبار ده اللي بتفرد قدامه ال component بتاعك والحاجات بتاعتك اللي انت عيسة من له اختباره زي ما الدكتور بيفرد العيان قدامه ع السرير فانت بيفرد الحاجة قدامك ع السرير وابدأ اعمل لها الاختبار فبيقول له هنا configure testing module اعمل لي configure لتستنج module انيجهز لي الموديول بتاع التست وجهزه على ال component اللي هو ال declarations جهزه على component ال home component طيب جميع وهنا بقول له .compile components يعني ليه components لانه ممكن يبقى عندك اكتر من component يعني ممكن هنا تحط اكتر من component يعني جوه اللي هي configuration بتاعك هنا بعدك بيقول له compile يعني اعمل لي compile اللي ملفت html والsss والtub script الكلام ده اعمل لي here compile فينا برضو before itch بيقول لك . لأ مين بقول لي اعمل لي component يعني من home component ده اعمل لي منه component تتاعمل تتاعمل ده اللي هيعمل كدا في مجموعة يعني اللي بتساعدك بتاعمل التست بتاعك بقول له اعمل لي component واحفظوه في المتغير اللي اسمه فيكت شارتز. فيكت شارتز زي ما تقول كده الاشاعة بتاع الكومبونت. يعني حاجة صورة عامة للكومبونت بتاعك. بعد كده بيقول له الكومبونت اللي هو المتغير اللي اسمه كومبونت. دي الاشاعة دي يعمل لي منها يعني اعمل لي اوبجيكت من الاشاعة دي. نسخة من الاشاعة واحفظها لي في الكومبونت. يعني انا مسلا انت عندك هنا الكومبونت يعني عبارة فبيقول له اعمل لي object من ال class ده عشان اقدر اشتغل عليه. جميل جدا. هنا بقول له fix chart.detect changes. ليه detect changes? ال changes اصلا لعملات detect. لو انا عندي مثلا هنا جوه ال component بتاعي متغير اسمه name او property اسمها name. وجيت انا بعد كده في ال on net بقول له ان this dot name بتساوي مثلا مصطفى. هنا حصل تغيير ده الخاصية ده. يعني هي في الاول كانت undefined. اول ما اتعمل كانت undefined. بعدين اتغيرت مصطفى حتى لو التغيير ده بياخد جزء بسيط جدا جدا. بس هو حصل تغيير. فهنا بقول له اعمل لي detect changes. يعني رقيب لي التغييرات اللي بتحصل. وما يحصل تغيير يعني يعرفه لي عشان ما يطلع ليش غلط. وقول لي لا ده هي undefined. وقول لك لا ده حصل بعدها تغيير. فانت اشتغل على التغيير اللي حصل. ما تشتغلش على القيمة اللي موجودة في الاول اللي هي undefined. ما تشتغلش عليها. فعشان كده لازم اعمل detect little changes. طيب جميل جدا. هنا هعمل يعني test عادية. اسبك عادي بيقول لك should create. لو الكمبوننت ده بيقول لك to be true. يعني المفروض المتغير ده يبقى true. ما يبقاش false اللي هي undefined. يعني هنا في الاول undefined. عشان يتأكد ان الكمبوننت بتاعك اتعمل يعني. جميل. انا هعمل اللي هي function بتاعتي. اه بتعمل ايه دي? هنشوف كمان شوية. طيب انا عايز اتأكد ان الاسم ده اسمه مصطفى. حلو. فانا هقول له name should be مصطفى. جميل. مفروض بقى ده يحصل ايه? هقول له expect. انا متوقع. متوقع اي حاجة? متوقع ان الخاصية name اللي جوه الكمبوننت بتاعي تبقى القيمة بتاعتها مصطفى. فهقول له component dot name. قول له component بقى ده خلاص هو متغير فيه الكمبوننت بتاعنا. فقدر اوصل اي حاجة جوه الكمبوننت عن طريق ايه dot عادي يعني. هقول له dot to be المفروض تبقى مصطفى. جميل جدا. وتعالوا نعمل save. اما عنو save. هيبدأ يعمل تاني ويعمل التست بتاعنا تاني. سنى شوية. قال لك اربعة success. جميل جدا. طيب حلو. طيب لو الاسم ده انا بستخدمه يعني جوه ال HTML. حطوا جوه ال HTML هنا في مثلا. وعايز اقول له هنا نعمل لها نصفات كده. عايز اقول له النيم. اعرض لي النيم بتاعي يعني في ده. وعايز اتأكد ان الاسم اتعرض في فانا لازم اوصل ال H one واوصل للمحتوى اللي جواه. حلو. خلو هعمل لاختبار تاني. هقول له H one should ال name. طيب انا عايز اوصل ل H one بتاعي. او اوصل للعناصر اللي موجودة جوه ال component. طبيعي عايز اوصل اي عنصر موجود جوه ال component بتاعي. عشان اوصل له عندي جوه. في ميسود اسمها بروبارتي اسمها بروبارتي اسمها جوها تانية اسمها native element. ال native element ده بكل بساطة عبارة عن في كل العناصر اللي موجودة هنا. كل العناصر اللي انت موجودة جوه ال HTML ده. هو بيخدها بيحطها في طب جميل. بقى ده كده عبارة عن div. حلو. فممكن كده احفظه في متغير. هقول له مسلا. let. اه elementis. بيساوي. كده انا وصلت ليا العناصر اللي موجودة جوه ال component. بقيت عبارة عن div. عايز اوصل بقى ال H one. ده عنصر جوه div. فاوصله باي طريقة عادي بالجواسكريبت. ممكن اقول له انا كده querySelector. querySelector. عادي جدا. طيب اعمل لي querySelector اللي مين? لل H one. جميل. وبعدين هقول له text content. المحتوى اللي جوه ال H one. حسنا بقى المتغير بتاعي. H one. حلو. بعد كده هقول له expect. انا متوقع ان ال H one ده. دوت تو بي. لقى المحتوى اللي جوهة يعني يبقى component dot name. وتعالوا نجر. هعمل save. ده اه قال لك فيل. يقول لك في حاجة هنا. حصل لها فيل. طيب الفيل دي فين? نرجع اعمل اولينا كده? بيقول لك. في ال home component بتاعك. طيب. ال home component فكده اعرف ان هو اصدق ال describe اللي هو ال home component. بقول لك H one short contents name. بقول لك اللي هو اسمه H one short contents name. ده حصل له فيل. فيل ده اللي يعمل. بقول لك expect مصطفى مصطفى ايه ده? لو دققنا يعني قوي هلا ان هنا في مسافة. وبعدها هنا في نيولاين. بقول لك المفروض ده يبقى مصطفى. لكن مصطفى هنا كده ما فيهش لمسافة ولا نيولاين. فكده التو بي مش نفق الاتنمية بيصعوش بعض. يعني منطقيا. طيب الحل ايه? عمل حاجة. الحل ان احنا هنشيل ده كده. طيب جميل واحد يقول لك ايه اشيله اشيل الماسفان. عمل save. شوف. قال لك خمسة success. جميل مفيش اي مشكلة. طيب. طيب لو انا ال H one ده في محتوىات كتير. ومنهم برضو النام. هل هاخد المحتوى كله واكتبه هنا? طيب انا جاب بعد كده حبيت غير المحتوى. هاخد برضو المحتوى التاني وارجع غير هنا تاني? لا. ده حاجة مش منطقية. انا ارجعه زي الاول كده. انا عايز بقى ميسود تانية غير تو بي. يعني ما ينفعش اعمل اللي ايه يساوي. فانتنا ميسود اسمها تو كونتين. تو كونتين دي بترجع لك طروق او فولس. بترجع طروق لو اللي هي ال H one بيكونتين بيحتوي على الكلام ده. يحتوي عليه. طبعا يحتوي على حاجات تانية معاه. عادي ما فيش اي مشكلة. مهم اني فيه الكلام ده. تاكد هنعمل ونجرم. موبايل قال لك برضو خمسة ساكسس. جميل جدا. كده انا لعملت اختبار على اللي قال بروبارتي بتاعي. طيب لو عندي هنا. لو عندي ميسود اعمل لها اختبار زي اي فانكشن عادية يعني. ما فيش اي مشكلة. جميل. طيب انا عندي هنا هعمل انجيكت لسيرفز اسمها يوزر سيرفز. طيب السيرفز دي فيها ايه? نفتحها كده. فيها اللي هي ميسود اسمها جيتنام. بترجع لي برومس. آآ بعد اللي هي ثانية بيعمل ريزولف لكلمة مصطفى. انا عامل دي اللي هي بتحاكي ان انا بتخطب مع السيرفر. يعني مسلا لو عندي داتا بجيبها من السيرفر. فالداتا دي بتاخد وقت. فهي الميسود دي يعني بتحاكي الموضوع ده. عشان نشوف ازاي نتعامل مع داتا بتيجي مع السيرفر. طيب هي الداتا هتيجي مع السيرفر فهي هتاخد وقت. لكن اللي هو الاختبار بتاعنا او بتاعتنا هتتنفز قبل ما الوقت ده يخلص. آآ. فكده هيبقى في مشكلة. فانا عايز اللي هي اني اهندل الموضوع ده. اعمل على حاجة جاية من السيرفر. هقول له هنا كده زيس. دوت يوزر دوت جيت نيم. بترجع لبروميس فهقول له دوت زين. عندي. هقول له عادي كده هقول له النام بتاخد النام. واعمل لي اللي هي زيس دوت نيم بيساوي النام. جميل. المفروض الكلام ده هيبقى بعد ثانية. يعني في اول ثانية من بتاعك النام ده بيبقى جميل جدا. تعالوا كده هعمل ازبك. هرجع لها النام اللي هشوت بيه مصطفى. هسيبها زي ما هي. هعمل اختبار عليها الحتة دي. ونشيل مش عايزين. هعمل نفض ده شوف. اه قال لك واحد وتلاتة ساكسس. ايه يا عم الحاجة? اه رفعنا وما لو بيه ما علينا. بلغ اكسبيكت مصطفى مصطفى. اتصلنا من ده. لا احنا اطلعنا قوي. هي هنا. اه. بلغ اكسبيكت اندفايند تو بيه مصطفى. اندفايند يعني اللي هي النام ده. هو كان اندفايند. يعني زي ما قلنا. اللي تنفذ او التست تتعمل قبل ما تتيجي من السيرفر. طيب حلو. فدي كده مشكلة. انا عايز بقى اقول له استنى لما ده تتجي من السيرفر. وبعدين اعمل الاختبار بتاعك. عشان اقول له استنى دي كلمة استنى. عندي مصط جوه الفيكتشار. اسمها هوين استابل. هوين استابل دي بكل بساطة بتقول له لما اي حاجة عندك بتاخد وقت تخلص. اي حاجة شغالة بطريقة اسنكرانس. احنا هنا البروميز شغال بطريقة اسنكرانس. التخذب مع السيرفر شغال بطريقة اسنكرانس. فبياخد وقت. فانا بقول له لما كل الحاجات اللي تشتغل اللي شغالة بتريقة اسنكرانس. تخلص. ابدأ اعمل الاختبار بتاعك. طب جميل. وبترجع بروميز. فهقول له دوت زين. لما تخلص. فكده اللي هي كل الحاجات الاسنكرانس عندك خلصت. هقول له اعمل لي الاختبار بتاعك. جميل جدا. تعالوا كده نجرب. شوف هين فعقول له لأ. قال لك اربعة ساكسس. زي الفل. مفيش اي مشكلة. طيب. تعالوا هنا نفتح بتاع الكارما بتاع الدباج ده. يعني ايه? ما فتحناهش من الاول ما تعمل. انه يعني بيساعدك والكلام ده. نفتحها ونشوفها يقول لنا ايه? يمكن عنده براعي تاني. اوه ايررر. ايه الاررر يعمل حاجة? ما هي ساكسس. يعني انا كده اه بيقول لك نايم شوف ليه مصطفى. ساكسس. وبما رجع بل ايررر ايه? بقول لك انهندلت روميز ريجيكشن. اه مش فهم يعني ايه فوقك. اكسيبكت وز يوز ده وين زيرز نو قرمت سبك. اه. بيقول لك انت استخدمت اكسيبكت بس ما فيش سبك شغال. اللي استخدمت اكس بيك وما فيش اس بيك شغال. هنا هي عمل حاج الاس بيك شغاله زي الفول. مال ازاي يعني استخدم تعمل زي الاس بيك. طبعا نشوف اللي بعده. بيقول لك اه اه ات شود اه ات كود بي بيكوز ان اسنكرينس تيست تايم دي اوت. اه. اقول لك ممكن ده يحصل لو انت بتعمل تيست على الحاجة اسنكرينس والوقت بتاعه خلص. الوقت خلص ازاي? احنا قلنا نو بروح بينفز اللي هي التست بتاعك. جميل. هو في الاول راح ينفز التست. زي الفول. لقاه بيقول له هو ان اس تابل. اه. فعارف ان دي كده حاجة اسنكرينس يعني يشغل كده بطريقة اسنكرينس. فاقول لك استن. طيب يا عم انا هستناك. طيب مين اللي هيستنى? اللي سبك ولا اللي هو القرمة. اللي هو اللي بيعمل التست بتاعك. اللي بيعمل التست ولا يستني. لكن اللي سبك شغال عادي. ازاي? يعني هو القرمة لما تروح تنفز اللي سبك بتاعك. هتلاقي هنا كده بيقول لك استناني لما حاجات تخلص. هيقول لك تمام انا هستناك. استناك لما الحاجات تخلص وارجع لك هشوف انت مكتوب جواك ايه. بس هروح اكمل اللي جوا اللي سبك. السطور دي كده هروح اشوف فيها ايه واعملها. طبعا انا هنا مفيش اي لوجيك ان يبقى فيه حاجة بعد السطور دي. بس معلنا هو راح اكمل اللي بعدها. واللسبك بتاعك خلص. وخلص اللسبك. بس دي كده لسه موجودة. فلما يبقى الكمبوننت يخلص ما يبقى الكمبوننت بتاعك استابل ويبقى مستقر. فيروح بقى هو الكمبوننت يقول لك قرمة يقول لك انا خلاص بيت مستقر. فقرمة تفتكر ان هي كانت وغدة الكلام ده محتفظة بيه. قل لك ايه انا هروح بقى انفز الكلام ده. فالكلام ده تنفز بعد ما السبكت بعد ما السبك هنخلص. فها دي معنى انك استخدمت الاسبكت وما فيش اسبك شغال. طيب دي كده مشكلة. احلها ازاي? احل القردة ازاي? طبعا ما فيش اي مشكلة ان هي يعني اعمل الاختبار ومية مية والدنيا زي الفل والدنيا واردي. بس ايه مش بست براكتس انك تسيب الارور ده كده موجود. لازم تحلها. ان هم عملوا طريقة وحاجات تحللك الاروس دي. تا ليه انت تسيبها? طب يا عم الارور ده بيتحل ازاي? انا عايز اعرفه ان الاسبك ده كله على بعضه استناها. يعني اقوله ان فيه حاجة هنا بتاخد وقت. فاستنان الاسبك ده كله على بعضه. ما تروحش تنفزه دلوقتي. استنى لما الحاجات اللجوهات يخلص وبعدين ابدأ نفزهولي. عشان اقوله كده لازم خليله الفانكشن دي تشتغل بطريقة اسنكرانس. زي الفانكشنز التانية. وعشان اخليها تشتغل بطريقة اسنكرانس عندنا فانكشن اسمها اسنك. اللي شفناها من شوية في اول الكود. اللي هي الفانكشن دي. فالفانكشن دي بتقوله ان الحاجات اللي عندك دي هتبقى اسنكرانس. تخلي بالك وقفل كله على بعضه. ما تبدأ ليش في دلوقتي. لما الحاجات اللي جوهات اخلص انا هقولك وبعدين اتبدأ بقى في بتاعك. طيب جميل. تعالوا نشوف بقى هيقول لنا ايه? قال لنا برضو لاربعة ساكسيس. طيب نشوف الحاج القرمة معطرد على حاجة. قال لك لا يا عم انا مش معطرد انت كده ماشي في السليم. جميل جدا. كده دي الطريقة اللي انا اعمل بها لاختبار يعني ايه? الشغالة بطريقة مفروض ان انا هوقف كله. طيب حلو. طيب هاسأل سؤال. مفروض ان دي الفنكشن دي هتجيب data من السيرفر. طيب. لو انا بعمل تست. هل من يعني المنطق يعني ان انا ما اعمل تست اروح اخطب السيرفر فعليا. انا بعمل تست لسه يعني. ليه ايه? خلينا اروح اخطب السيرفر واخد وقت ونت. لو انا فتح باقى يعني. والكلام ده. ليه اخطب السيرفر اصلا. يعني مالوش لازم. طب انا المفروض. ممكن اعمل محاكاة للسيرفر ده. يعني اعمل محاكاة للداتا اللي راجع من السيرفر. هقولو انت السيرفر هيرجع لك كذا كذا كذا. اشتغل على الكلام ده. ما ترحش تخطب السيرفر فعليا. فده بيسموه الفيك سيرفز. الفيك سيرفز. كل بساطة ان انت يعني بتعمل حاجة بتحقيق السيرفر بتاعك. انت ما بتستخدمش السيرفز الحقيقي. يعني مش هتستخدم ده. يعني لما الكمبولنت بتاعك يجي يستخدم اليوزر. اليوزر سيرفز. المسود اللي اسمها جيت نيم. فما يستخدمهاش. مش هينفز لك الجيت نيم اللي انت كتبها هنا كده. لا. هينفز لك الجيت نيم اللي انت كتبها جوه. الفيك سيرفز بتاعك. ده عشان يعني ما تخطبش مع السيرفر والكلام ده. طيب. ازاي اعمل الفيك سيرفز. عشان اعمل الفيك سيرفز. الاول الفيك سيرفز دي. المفروض ان انا اشغالها. فكل مرة الكمبولنت هيروح على اليوزر سيرفز بتاعي ويحاول ينفز منه فونكشن معين. فانا لازم احط حاجة هنا كده في الكمبولنت بتاعي. يعني يقول لي ان الكمبولنت بيستخدم السيرفز. يقول لها او احط جسوس في الكمبولنت بتاعي. عشان احط جسوس عندنا ميسود اسمها سباي اون. جميل جدا. في ميسود اسمها سباي اون. طيب. اللي سباي اون دي بتعمل ايه? هي دي الجسوس بتاعي. اللي هيتجسسلي على الكمبولنت بتاعي. ويقول لي لما يستخدم اللي هي اليوزر سيرفز. ويجي استخدم بالذات الميسود اللي هي جيت نيم. اللي هو ممكن يبقى عندي اكتر من الميسود. الحق. هو يعني بيروح يستخدمها. شوف بقى انت عايز تعمل ايه? طيب حلو. الاول الجسوس لازم اعرفه على اليوزر سيرفز. يعني هو ممكن عندي اكتر من سيرفز. فانا لازم اقول له يوزر سيرفز. اعرفه على اليوزر سيرفز. عشان اعرفه على اليوزر سيرفز. لازم اوصل للحاجات اللي الكمبوننت بتاعي معتمد عليها. يعني كده مش هجيب اي حاجة كده منبرة والسلام. لا. لازم اوصل للحاجات اللي الكمبوننت معتمد عليها. طيب اوصل للحاجات اللي الكمبوننت معتمد عليها ازاي? عندنا حاجة جوه. زي ما وصلنا للي هي الحاجات اللي جوه ما في اتش تيم ايل. في عندنا اللي هي في جوه بروبارت اسمها انجكتور. انجكتور ده اللي هو بيعمل بتاعته. او الحاجات اللي الكمبوننت محتمد عليها. فانا هقول للانجكتور ده هقول له دوت جيت هاتلي ليه المعينة. الحاجة المعينة. انت عايز مين? هقول له انا عايز اليوزر سيرفز. طبعا نعمل اليوزر سيرفز امبورت هنا. جميل فكده جاب لي ليه السيرفز بتاعتي? هحفظها في متغير. هقول له يوزر سير. بيساوي الكلام ده. وهقول للجسوس ده هقول له الجسس لي على اليوزر سير. وبالذات الميسود اللي اسمها جيت نيل. يعني ممكن يبقى عندي اكتر من ميسود. فانا هعمل اكتر من جسوس. يعني الجسوس لكله ميسود. فلازم اعرفه الجسس على انه ميسود بالزبط. طيب جميل. ساعة ما يلاقي الكمبوننت بتاعك رايح يستدعي الفانكشن دي. هيعمل ايه? هقول له هنا. يعني يقول له المفروض هو هيعمل حاجتين يعني يتجسس ولما يتجسس وكزا. يعني اتجسس وعمل لي كزا كمان. فاقول له. ايه بقى يعمل حاجة? انا بقول له لما تلاقي الكمبوننت بتاعك رايح يشغل الفانكشن دي. ارميها. ارميها فكده الجسوس بتاعي بقى هو الفيك سيرفز بتاعي. جميل. لما يلاقي الكمبوننت بتاعك هيستدعي الفانكشن دي من السيرفز ده. هيروح يرجع لك القيمة. طيب السيرفر بيرجع لي ايه? سيرفز هنا في حالتنا بيرجع لي بروميس وبيعمل ريزولف ليه كلمة مصطفى. فانا هقول له بروميس دوت ريزولف مصطفى. وهو ده كده اللي سباي بتاعي او الفيك سيرفز بتاعتي. طيب جميل جدا. تعالوا كده نجرب نشوف شغالة ولا هيطلع لي ايروز ولا لأ? ما طلع ريش اي ايرو. كده الدنيا شغالة زي الفل. طيب حلو. ملحوظة بقى. هو ليه هنا يعني عامل دي الطريقة يعني خلي دي شغالة ما خلقاش عادية. المفروض هنا هو بيعمل بتاعك. قلنا هيعمل يعني يعني يعمل لملفات الهتش تيم ال وسي اس اس والطيب سكريبت. فيعمل للملفات فلازم هيروح يقرى الملفات دي. فكده هو هيحتاج يوصل للملفات اللي على النزام بتاعك. اللي على الجهاز بتاعك. ويقرى منها. والموضوع ده بياخد وقت. فعشين كده هو مستخدمة بطريقة اسنكرينس. طيب حلو. كده عارفنا ازاي اعمل فونكشن. او اعمل تيست لفونكشن عادية. وعمل تيست للكمبوننت والفونكشنز اللي جواه. ولو عندي اللي هي كمبوننت يعني حاجة معتمدة على اسنكرينس. ازاي اعمل لها تيست. وازاي اوصل العناصر اللي موجودة جوه الكمبوننت. وازاي اوصل للحاجات اللي الكمبوننت معتمد عليها. آآ جميل. آآ آخر حاجة. لا في هنا ميسو اللي هي بفور ايتش. قلنا ان البيفور ايتش دي ميسو بتتنفذ قبل كل تيست. قبل كل تيست هيروح ينفذ الميسو دي. في عندنا برضو ميسو اسمها بفور اول. دي بتتنفذ قبل ما يبدأ اي تيست. يعني في الاول خالص. في اول الديسكرايب خالص. وفي عندنا افتر ايتش و افتر اول. زي بفور ايتش و بفور اول بس بعد بقى. بدل قبل هيبقى بعد. طيب. كده ازاي اوصل آآ لسيرفيس. كلام ده. طيب لو عندي بايب. لو انا مستخدم بايب جوه الكمبوننت بتاعي. وعايز اتاكد ان البيب ده شغال. طيب. هل انا هعملو لا تست جوه ملف الكمبوننت هنا. طيب كده اتعالو مفاق. هو البيب معتمد على الحاجة او الداتا اللي جوه الكمبوننت. ازاي. البيب عبارة عن ايه. هم ان البيب عبارة عن فانكشن بتاخد. امبوت. وبتحوله لفورمات معين. وبتطلع لك اوتبوت اللي هو الفورمات الجديد. طيب جميل. انا هعمل اختبار على فانكشن دي نفسها. يعني هعمل اختبار ان هي بتاخد الامبوت. وتطلع الاوتبوت الصح. الفورمات اللي انا متوقعه. ما يفرش بقى معي الامبوت ده ايه. يعني انا ممكن اعمل تست باي امبوت. مش لازم الامبوت اللي جاي من الكمبوننت. يعني هنا مثلا لو كلمة محمد. تخدها لابر كيس. طيب لو انا ديت الفونكشن دي. كلمة احمد وحولتها الابر كيس. فمنطقيا ان هي لو وديتها محمد برضه اتحولها الابر كيس. فانا هعمل التست على اللي هي البيب نفسها. ما لايش اي علاقة الكمبوننت بيدلها ايه. فبعمل التست في ملف بعيد عن الكمبوننت. وده بيسموه ايزوليت تست. او ايزوليت تست. ايزوليت تست. يعني التست بتاعك منفصل عن الكمبوننت. منفصل عن التست بتاع الكمبوننت. لكن هنا التست بتاع السيرفيس. لان السيرفيس محتمد على الداتا اللي جوه الكمبوننت ومرتبط بيها. فبعمل له التست جوه الكمبوننت نفسه. فهو بيسموه نان ايزوليت تست. طيب هامل تست البيب ازاي. زي اي فونكشن عادية. ده كده اللي عايزين نقوله في التست. طبعا موضوع التست موضوع كبير. عايز تتعمق فيه اكتر ممكن تقرأ في بتاع الانجولا. يعني احنا هنا انها مقدمة بسيطة ووافية يعني اعظم انها يعني كاملة ويعني تكفيك انك تعمل تست لاي حاجة عندها. طبعا مع بعض بقى التمارينات هتتتعمق اكتر في الموضوع ده وتقرأ في الدكومنتيشن والكلام ده كله. كده فيديو النهار ده خلص. تشوفكم فيديو بديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.